زملاء الأعزاء والأصدقاء والإخوة والأخوات حيكم بكل تحية بتحبوها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم في كل مكان في كل زمان تمنى لكم حياة نيئة سعيدة في ظل إحصار الكورونا اللي بيصنف البلاد حمرة أو أمبر أمبر يعني زي البرتقالية أو خضرة ومن العجائب العجيبة إن الهند اللي أطلقت أو اللي خرج منها دلتا نوع الدلتا أصبحت واللي فيها أكثر من مليار نسمة واللي مات فيها الألاف حديثا خرجت من الأحمر وأصبحت في الأورنج أو اللي هو الأمبر أو اللي ألم نسميه البرتقالي وإن تركيا طبعا طعمت كثير جدا من أبنائها حتى الشاب الصغارين ما زالت في المجموعة الحمراء يعني التصنيف قد يكون لي وجهة نظر سياسية والله وأعلم كلامي اليوم سيكون معاكم عن شيء يمكن كلنا عشناه خاصة الناس اللي في الجيل بتاعي أنا وهي إنها اسرعوا إلى ما تبقى من هذا الجيل سأتكلم عن هذا الجيل إن شاء الله إنها كانت طلبوا مني بعض الشباب وكنت شفت كتير جدا من بعض الصفحات على الفيسبوك بتتكلم عن هذه الأجيال التي قبل ببلاء الحسن ولم يتمكن أحب من الشباب في أعماركم أنهم يتواصلوا معا طبعا قبل ما نخش على الكلام طبعا الصورة دي أنا رسمتها وفيها مكونات مختلفة من عصور مختلفة أشكر الأستاذة آية زينب أو آية أبو زينب على اللي عمل العرض الشرائحي وننطلق إن شاء الله في حديثنا معكم اليوم أسرعوا لما تبقى من هذا الجيل أنا حبيت في المداخلة دي إن أنا أدعوكم كلكم الشباب اللي في العشينات وفي الثاتينات وحتى في الأربعينات إنهم يلحقوا بجيل أكيد بتغرب شموس وجوده خلاص بيروحوا ناس فيهم عد الخمسة وستين والسبعين إلى آخر وده الجيل اللي وهي بقى الحياة في الخمسينيات من القرن الماضي ليه بقى لعشياء كتيرة أول حاجة الجيل ده شاءت حاجات كتيرة جدا 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 خاصة للناس اللي عاشوا في منطقة الشغل أوسطة الجيل ده كان حلقة الوصل ما بين الجيل اللي عاش أو الأجياء اللي عاشت كان في الدولة الإسلامية العظمى في القرن أو القرن العشرين واللي كانت الدولة الإسلامية العظمى بتمثل نظام اسمه نظام عالمي إسلامي جديد زي ما في دلوقتي نظام عالمي جديد وان كانت في آخر قيمة كانت ضعيفة لكن كان في لها ثقافة أو قيم وهيبة مختلفة وبين أجياء اللي زي حالاتكم كده اللي ما شفيتش حاجة خالص النقطة التالتة الجيل ده كان بيبني اللي هو الجيل العشف مع فضل الدولة الإسلامية أو جزء من الجيل بتاعنا أو الجيل بتاعنا نحن اللي هو كان بيبني تقدمه العلمي على ثوابت خضون العلمي والفكري والثقافي على قاعدة الإيمان بالثوابت المجتمعية مش كده حبولي بابولي لا ما فيش حاجة يصنعها حبولي بابولي لا ما فيش بابولي أبداً فيها الثوابت المجتمعية من الانتماء الوطني الوطن والعيلة والأسرة والأخليم والأمة ذات ثوابت أخرى مجتمعية أخرى من دين وعقيدة وقيم وأخلاق وثواقف والتاريخ وثقافي إلا على هذه الثوابت المجتمعية المتاحة والموجودة والتي كان نقوم بها سواء كان من الجيل الخمسيني اللي ولد في الخمسينيات أو الجيل اللي هو سلم الراية للجيل الخمسيني الجيل ده اللي هو جزء من الجيل أو الجيل ده والجيل اللي قبله اللي هو بتاع القرن أو القرن العشرين كان صافي الذهن لا تشغلهم مرئيات التكنولوجية اللي احنا الحديثة بعيد الخيال وتجدوها دي في الأشعار والقصص الروائية إلى آخره بعيد الخيال متأجل فكر فكر دائم 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 عالي الثقافة لكثرة القراءة يقرأوا كثير جدا وهذا اللي يتبقى لهم من الجيل اللي قبله اللي هو جيل اللي هو عاصر نهاية الدولة الإسلامية العظمى وان كانت ضعيفة لكن خد منه بعض الأشياء دي كلها فتعلم منه هذا فتعالوا معنا بقى نخش في تسع نقاط حنتناقش فيها النهاردة ايه اللي شافوا الجيل ده الكلام ده مش عرض أكاديمي تاريخي لا الكلام ده أنا وضعته من مخي اللي أنا افتكرته لكن ممكن يوضف عليها بدلا ما تبقى تسعى نقاط تبقى تسعى تراشر نقطة أو عشر نقطة بدلا ما يبقى كل هذه النقاط داخل كل نقطة بحيو نقاط أخرى أيضا وأيضا تتحول من اللي إلى ورقة أكاديمية إن كان بعضكم يجريد أن يحول هذه المحاضرة إلى ورقة أكاديمية شو بقى حاجة كان نصور 23 يولير 52 في مصر دي المرة واحد لمرة اتنين ندرس النظام السياسي اللي حصل في مصر الفتر يقول لا أنا جبكلم عن مصر لأن أنا ولدت في مصر أو لأنه من أصل مصر لا بكلم عن محوارياتها وأهمياتها بالنسبة لعالمين العربي والإسلام والعالم كله كذلك عمل حاجة اسمها التحرير وكان شعارتها للاتحاد والنظام والعمل ودي كان في سنة الف سنة وخمسين عمل حاجة اسمها التحاد القومي في سبعة وخمسين عشان يحقق أهداف الثورة الواحد بيعرف أن الثورة دي أم بها شعب الشعب بسيح من النوم لأن الباب متغير الحكم فيها وقال له إحنا عملنا ثورة فالشعب خرج يسقف ورقس وطبل سبعة وخمسين عملنا تحاد الاشتراك العربي اللي هو في أربعة ويوليو الف سنة وستين تورط النظام في الحرب مع اليمن طبعا نحن عشنا كل هذه الأشياء وشوفنا إزاي الاقتصال المصري بينزل من قمة إلى ينحدر في اتنين وستين أربعة ويوليو اتنين وستين تورط لا تحدش العربي السوري تورط مصر في حرب اليمن خمس سنوات دعم الثورات تحرية كان الزعيم الخالد عبد الناصر يصرف أموال طائلة على كل الثورات تحرية والنظائقات الاشتراكية والقومية العربية في كل من أمريكا اللاتنية تشيجي فارا وكاسترو إلى الهند وإلى اللي هو أشياء كثيرة جدا وصورة التحرية في أفريقيا واللي أنا فاكر منها أنه الكونغو الديمقراطية لما انتخب الرئيس الراحل باتريس لمومبا ثم حصى انقلاب من واحد اسمه شومبي وقتلوا وتقسمت الكونغو الكونغوين اتنين كونغو واحدة براذا فيه الواحدة كان شاسا نفس الستينيات أيضا قومين عربية وكيف ان الحكومة في هذا الوقت كان توجهها عروبي لو اضطر بان عربيزم حركة عدم منحياز اللي دمت أو أصبح حوى جزء منها النظام المصري في عرف أمس 155 كل هذه الأشياء احنا عشناها واحنا أطفال صغيرين وكنا بنشوفها وزي يا رب الزعماء لما بيجوا مصر ونما بيجوا مصر زعين من الزعماء يخرجوا الأطفال حصة بدري فالأطفال تخرجوا عشان تسقف في الشوارع ويخرجوا العمال وقدروا كل عام مش عارف 50 إرش في اليوم عشان يسقف إلى آخر إلى آخر إلى آخر دي بالنسبة لوضع السياسي فيه عجالة أنا لا أنتقد ولا أقول حاج ده نمو ثلاثة استقلال صناع مصر في وقت لأنني أستخمسين فمصر كانت حدودها لغاية شمال أوغندا في الجنوب ولغاية الجغبوب في في ليبيا في اللقصة ده نمو ثورة حيالي الجزائر احنا شفناها وشفنا فيه فيلم كان اسمه جميلة بحريد المناضلة العظيمة دي رح مطلع عليها لمسيته الفنانة القاديرة رح مطلع عليها مجدة أنصح الشباب أنه متفرجوا على الفيلم ده وكان معاها مجموعة جبيرة جدا من القوم من فخر فاخر ورشد أبازة وعدل كاسب إلى آخر إلى آخر إلى آخر اللي كان ثورة الجزائر ودي ثورة التحرير اللي بيقول ما سفيا من يون ونصر شهيد لكن احتلال الجزائر أو الشعب الجزائري أيام لاحتلال الفرنسي مات منه ما لا يقل عن تسعة مليون شهيد مش واحد ونصر واحد ونصر مليون شهيدة كم فقط اللي هو ثورة التحرير اللي هي بدأت من اربعة وخمسين واحد نومبر اربعة وخمسين واحد نومبر اربعة وخمسين نتمنتاشر المارس اتنين وستين عزيز خلال الجزائر هو خمسة يوليا اتنين وستين شهدنا الحاجات دي كلها وعيشناها وأحمد بن بيلا وحواري بن مجان رحمة طلع عليهم والشازلي بن جديد إلى آخر إلى آخر إلى آخر بعد كده هو الوحدة ما بين مصر وسوريا وكنا عاديين أغاني بقى صباح عايشين نحن فيها في كل الفقاعات الهوائية اللي استمرت ما بين اتنين وعشر فبراير 58 لتمانية وعشر ستمبر 61 الانقلاب العسكري في السودان الأولي اللي هو قاده الرئيس الراحل جعفر نميني خمسة وعشر مايو 1869 وبعد كده فاتح من ستمبر وقيادة الزعيم رح مطلع عليه في قزافي معمر قزافي اللي هو 1 ستمبر 1869 وفي ناس تقعي عن انقلاب ونسا تقعي عن ثورة إلى آخر يعني الأحداث عيلي الأسود اللي حدثت ما بين المنظمة التحية الفلسطينية والقوات الجيش الأردني في الأردن ودي امتدت ما بين 16 إلى 27 سبتمبر أفتر 970 وبعدين بعد الأعمال منها وصلت لغاية 17 يوليو 71 في أماكن مختلفة الحرب بين هندو باكستان وانفصال بن جاديش عن باكستان أو ما سمعه باكستان الشرقية عن باكستان الغربية اللي كان بن جاديش دا كانت في 1971 في دسمبر 16 دسمبر 1870 من ثلاثة من ثلاثة 16 دسمبر 1870 الثورة الإسلامية في إيران شفناها بردك ويطلع وكانوا الناس بيتكلموا عن صحابة وصوح الصلاة نزلوا وهبطوا من السماء إلى الثورة الإيرانية اللي كان من يناير 1870 لفبراير 1870 وبعدين بعدها حصلت مشكلة الرهائن الأمريكيين 52 رهينة اللي حتقد لمدة 444 يوم من 4 نوفمبر 79 لـ 20 ناير 1880 الحرب السوفيتية الأفغانية اللي استمرت له قربة 10 سنوات من 24 دسمبر 79 لتسع سنوات أنا أسف لـ 15 فبراير 88 وبعدين مع خروج القوات السوفيتية من أفغانستان في 15 فبراير 18 80 تفكك الاتحاد السوفيتي في 26 دسمبر عام 1991 وتفكت الاتحاد السوفيتي كله فأصبح كل الدول المستقلة في وسط أسيا وبعدين في شرخ أوروبا إلى آخر لا تتبع الاتحاد السوفيتي وأصبح الاتحاد السوفيتي أصبح روسيا فقط حرب الخليج الأولى اللي كان بين العراق وإيران شفناها بردك وعشناها وحصل انقسام داخل الأمة العربية والإسلامية بين دولتين مسلمتين يحاربون بعضهم البعض دي من 22 ستمبر 80 هذا مد 8 سنوات لـ 20 أغسطس 88 كذلك أحداث 82 دي بالنسبة مهمة جدا إنه أحداث شخصية لها غيرت سكري ومنهجي ومسار حياتي إنه ثلاث أشياء حدثوا في 82 من أول حاجة مجزرة حماة اللي لم يعلن عنها وكان قتل الجماعات الإسلامية اللي حدثت من 22 فبراير 1982 وبعدين حرب الفوركلند أنا كنت بشتغل هنا هو في برمنجهام وكلهم تفرج عليها في التلفزيون كل يوم في ميزيس تاتشر علشان عزة الدولة وعلشان قوة الدولة رفضت إن الفوركلند اللي بينها وبين بريطانيا ملا يقل عن خمس تلاف ميل إنها تنتزع من الحدود الجغرافية لبريطانيا لسيادة بريطانيا على الفوركلند وهزمت الأرجنتين هناك والحرب استمرت من 2 إبريل ل 14 يونيو عام 1982 مجزاة سابراشتيلا في لبنان والرحضة حياتها في معسكرات الفلسطينية كتير من الناس إلى آخر من 16 ل 18 سبتمبر 1982 ودول التلاتة دول اللي حصل بالنسبة لي أنا كان جزء من تحويل فكري بالنسبة هل أستمر طبيب ولا أعمل شيء تاني إلى آخر وكانوا مؤثرين علي إيجابا أننا أتحول من مجال الطبي للمجال الإنساني تطبيق الشقواني حدث في السودان سنة 1983 في حكومة النميري رحمة الله عليه معاونة الدكتور حسن الطربي اللي هو كمئيس لبابها الإسلامية اللي ينقاذ بعدين حكومة المشير رحمة الله عليه هذا الرجل الفاضل المشير عبد الرحمة رصور الدهب في السودان واللي استمرت عاد في الحكم سنة وتنازل الحكم للحكومة المدنية من ستة من ستة من ستة ابريل خمسة ثمانين لستة مايو ستة ثمانين لأن كان في انتفاضة ابريل في السودان ضد حكومة النميري وهو دخل وتدخل في هذه انتفاضة وعمله وأصبح هو رئيس الجمهورية المؤقت لمدة سنة رحمة الله عليه فهو الزعيم العربي الوحيد العسكري الذي تنازل برئاسة الحكومة ورئاسة الدولة لحكومة مدنية ولم يفعلها أحد غيره الحكومة الصدق المهدي اللي هي منتخبة في السودان من ستة مايو ستة ثمانين ثلاثين يونيو تسعة ثمانين دي كان منتخبة من حصل انقلاب ثاني في عسكري في السودان طورة الانقاذ بنسميه وأطلب بحكومة كان يرقصها المشير البشير واستمرت هذه الحكومة تحكم من السودان من تلاتين يونيو تسعة ثمانين ل11 قبليل 2019 حديثا وبعدين غزو العراق للكويت اللي حصل من اثنين اربعة اغسطس ستة اغسطس وطبعا احنا عسلنا كل هذه الأشياء بل بالعكس احنا فاكر الغزو ده كان مع انطلاقة السين انه كنا عدين بنتفرج ازاي الاخبار بتجلنا كل يوم على الهوا تسعتاشر حرب الخليج التانية احنا قلنا حرب الخليج التانية كان بين العراق واران التانية كان ديها مرحلة المرحلة الاولى كانت عملية درع الصحراء كان من سبعة اغسطس 17 17 يناي 91 من المرحلة الاولى المرحلة التانية حرب الخليج التانية كانت عملية عصفة الصحراء اللي هي من 17 يناي 91 ل 28 فبراير 91 طبعا دي كل هذه الاشياء تحدثت او كان بتنقلها السين انها مباشرة بقيم من خش في حرب البوسنا والهرسك اللي بدأت من 6 ابريل 92 ل 14 ديسمبر 95 وبعدين تفجيرات اغسطس تفجيرات ستمبر اللي هو 11 ستمبر في نيويورك وواشنطن في 11 ستمبر 2001 بين الحرب في افغانستان الحرب التحالف على افغانستان اللي بدأت من 7 اكتوبر 2001 حضرناها كل هذه اشياء حضرناها وشفناها وظلنا بلادي كلها 7 اكتوبر 2001 ل 15 اغسطس 2021 حديثا 24 الحرب الخليلية الثالثة اللي هي غزو العراق عام 2003 وسقوط بغداد في 20 مارس ل1 مايو عام 2003 ثورات الربيع العربي اللي بدأت في اول يعني من 2010 في ديسمبر 2010 في تونس 25 يناير 2011 في مصر 11 فبراير في اليمن 17 17 فبراير في ليبيا 15 فبراير 2011 في سوريا مزالت الحرب والعزو بالله والأسف مستمرة في سوريا وفي اليمن والحمد لله توقفت في ليبيا وفي مباحثات لانشاء الدولة المدنية الحديثة في ليبيا انا شفت كل الحاجات دي كلها ولا شفناها فعشناها فانا في ذاكرة مؤسسية فكرية ثقافية قيامية انتو ما شفتوهاش نمر 26 استقلال الجنوب السودان عن سودان في 3 عيليو 2011 ومزار الجنوب السودان يعاني الان من مشاكة جدا 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 الى يومنا هذا مشاكة اقصادية او سياسية او اجتماعية الاخر نمر 27 لما ذكرت من قبل كده سقوط النظام السوداني قالوا فيه ثورة حصلت في 19 او 11 ابريل 2019 انا افرط الصلاع العربي الاسرائيلي الوحد لان كان نحور اساسي في تكوين ثقافة الطفل او الشاب العربي ما بين عام 1948 الى يومنا هذا 1988 ما كان في الحرب و بين الجيوش العربية وبين دولة اسرائيل قبل ان يعترف بك دولة اسرائيل في الهو المتحدة بقين في حرب السويس المصريين يسموه العدوان الثلاثي 1850 وبين في ناكس 67 لما وهزيمة بيوش العربية من اسرائيل ولما احتلوا صحراء صينة الى آخر كان في حرب استنزاف بدأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بين مدة بعد عام 1867 وبين في حاجة اسمها معركة الكرام في 21 مارس او ازار 68 لما قوات الاسرائيل حاولت عبر نهر الاردن في حرب اكتوبر في 73 او العبور او العشن من رمضان او يم كبور يم كبور اللي هي كان يوم الغفران لما يهوب يسموها وفي ذات الرئيس محمد سادات انور السادات لقدس في 19 نوفمبر 77 كل هذه الاحتاسة عشناها 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 على التلفزيور وعارنا عنها حصل فيها نقاشات الى آخر النزاع جنوب لبنان اللي بسميه معركة او عملية نهر اللي تاني في 14 مارس 78 التفاقية كامب ديفيد اللي موضع عليها كامب ديفيد موضع عليها الرئيس الراحل السادات والرئيس 6 ديسمبر 82 اللي هو دخول القوات الاسرائيلية لجنوب لبنان غزو جنوب لبنان لها تلات تسميات واحدة غزو جنوب لبنان والتانية عملية السنان الجليل والتلتة عملية الشنوبر اللي اخذت الانتفاضات الفلسطينية واللي بدأت ما بين 8 ديسمبر 1887 و13 ستمبر 93 وبعد الانتفاض الاقصى في 28 سبتمبر سنة 2000 اه اتفاقية اصله اللي عملها اه زعيم الراحل اه 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 ياسر عرفات رح ما اطلع عليه اه اعتقد اه مع مع رئيس دول الاسرائيلي مع رئيس الوظائر الاسرائيلي اه بقى حرب تموز او بنسميها بنسميها حرب تموز او حرب لبنان الثانية او مواجهة اسرائيل حزب الله اللي حصلت في اه تموز او في يوليا 2006 بعدين حصار غزة اللي بدأ من يونيو 2007 الى من هذا بعدين نهجوم على غزة اللي كان في 27 دسمبر 2008 لغاية 18 2009 بعدين نحرب على غزة يوليو 2014 وكان لها اسمين مسميين واحد اسم الجرف السادمد 68 والتاني اسم العاصف المأكول بعدين بقى كده التطبيع مع دولة اسرائيل وفي اقصد دول عربية مطبعة مع دولة اسرائيل منها جميلة مصر عربية والملاكة الانشمية ودولة امارة عربية ملاكة البحرين ملاكة مغربية والسودان احنا شفنا كل الحاجات دي كلها ده ده بالنسبة للنقطة الاولية فقط اللي بالنسبة للمناخ السياسي اللي احنا شفناها اللي كان فيه مواجهات وكان فيه استراعات وكان فيه ثورات وكان فيه انقلبات كأطفال منذ ان ولدنا الى غاية اللي هو ما نحن نعيش عليه اليوم التعليم في الوقت ده في التعليم والثقافة والقيم والأخلاقيات الحاجات احنا خدناها من مين خدناها من الجيل العاصر الدولة الاسلامية احنا نتكلم عنها دي مدرسين بتوعنا مدرسين بتوعنا نفسهم كان لعنى تربيتهم واخلاقياتهم وقيامهم مختلفة معاملة الاحترام الاب والام للمدرس في المدرسة يعني ما كنا نضرب في المدرسة ويجيبوا المسطرة وكنا نضرب بالمسطرة الخشب وساعات بنتضرب بالخرزانة وساعات بنتضرب بالجلدة وحاجة اسمها نتعبت يقوم يبقى شاب وولد كده من الفصل يقوم شايلك حضنك ويقوم المدرس ضربك على ظهرك او يقلعوك الجزمة ويدربوك على رجليك بالفركة الى اخيرة كل هذه الاشياء كان الاباء والامهات يرحبوا بها عشان تربية اطفالهم لاني كان اسمها وزارة المعارف وزارة التربية والتعليم فكان فيها تربية وفيها تعليم كنا نحترم جدا لمدرسنا المواد الدراسية كنا بنذكرها وكنا يعني سعداء جدا وحن نحن مدرسة كان فيها ملاعب للكرة والكرة القدم والكرة السلة وفي الكرة الطاولة وكان فيها مطابخ وكان فيها جنائن حذائق الى ده ده احنا شفناها الحاجات دي كلها وكنا نحترم جدا ونخاف من المدرس لما ييجي ويخش المدرسة او يخش الفاصل الى اخيرة ونخاف ما نعملش الواجب كان ده مدى الاحترام دلوقتي مين بيحترم المدرس ولا حد أسر شفت بقى فاحنا غيرنا ده من الجيل اللي قبلنا ليه؟ لانا احنا تعلمنا من ابائنا واجدادنا وقاربنا وجراننا والعلماء والفنانين والحكماء والدباء والمفكين حتى الافلام اللي احنا كنا نشوفها حتى التمثيلات اللي احنا كنا نتفرج عليها ونسمعها كان فيها قيم غير عادية بتتكلم عن اخلاقيات بتتكلم عن طريق بتتكلم عن ثقافة بتتكلم عن حضارة بتتكلم عن اشياء جميلة جدا في كتابات الادباء لما نقرأ الثلاثية واحد اللي نجيب محفوظ اللي هو كسب جائزة نوبل للسلام بين الاصرين واصر شؤوس كرية بيمثل المناخ الثقافي الفلسفي للشعب المصري في القاهرة الفاطمية العديمة ليا في الاحياء دي كلها جميلة يعيشك ما بين جدران هذه الاصر التي رأت ما لم نرى وشخصية السيد وامينة المهم يعني المهم ده بالنسبة للهو الثقافة والتعليم كنا بنكتم بايدنا ألم رصاص أو ألم كوبيا وكانش فيه لسا الآن من حبل المكتب بيه والآن من جاف وكانش ليس يطلع المناخ الدراسية بتاعتنا كان فيها قرآن كان فيها دين وكان فيها تاريخ والتاريخ كان متعدد تاريخ مصري قديم تاريخ إسلامي تاريخ أوروبي تاريخ كذا تاريخ تاريخ وطنية عشان يعلمك الانتماء الوطن إلى آخرية تكريفة الحياة يعني مثلا والدي الله أرحمه في لما خد الدكتورام الأزهر وعين كان مرتبه الشهري خمسة جنيه مصري لما تجاوز والدتي كان معجلين شقة مش عارف فيها ثلاثة أربعة أورف يعني كان تسعين قرش في الشهر يعني تسع جنيه خمسة جنيه أنا متخرك من كله الطب جامعة أزهر في ستة وسبعين كان مرتبه سبعتاشر جنيه زائد سبعة جنيه بيسموه بدل عيادة يعني الموع عشرين جنيه فقد ده كان مرتب بسم الله ما شاء الله كبير بالنسبة للشباب بالتكلفة لما السادات رفع تأمن كيلو اللحمة من ستين قرش لجنيه خرج الشعب المصري وكان ساعتها الرئيس الوزراء اسمه سيد ملعي قال له سيد ملعي سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه وهكذا 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 وده بنسبة المرتبات نتكلم عنها وقيمت تكلفة الحياة يعني كنا كنا بناخد في اليوم مصرفنا قرش ساغ بساعات ناخد قرشين ولما كان في الأعياد ناخد العادية كان خلالنا وعمامنا يجيبوا الأوراق اللي من البنك الجديدة دي وفي خمسة ساغ وعشرة ساغ وعشرين قرش إلى آخر وكنا بقى فرحنين جدا بهذه الأشياء كان مصارت السادة عندنا نخرج في الشارع ونقف مع بعض أو نطلع للألعى نتفرج على المتحف الحربي القديم أو نروح حلوان أو نروح على الأنطر الخيرية أو نروح التحرير في جنيه اسم مجنونة الحرية إلى آخره عجاب بسيطة ندخل السرور والبهجة على قلبنا كان الموسائل ووسائل الموسائل بتاعتنا إما نمشي على رجلنا أو نركب بقيتو بيس وكنا ما نركبش التاكسيات ليه لأنها كانت غالية كانت غالية واللي هيركب تاكسي ويخشش به الشارع كده يبقى الناس بيبسلوا الله ده الرجل ده كبتاكسي وكذا الصورة دي أنا رسمتها لها عشان تمثل جزء مما تبقى من ثقافة هذا الجيل أما هذه الشخصية الرجل المحترم ده ده هو المدرس بتاعي أنا أفتكر ما زال عندي اتنين مدرسين نحترمهم جدا أو تلاتة واحد فيه مستاذ حجازي ده كان وكيل مدرس أحمد ماد اللي ابتدائية وانا صغير فيها كان دائما في إيده العصايا بسم الله ما شاء الله كان يارب لابس كده بليزر والكرفات بتاعه وده فيه واحد تاني كان اسمه صبري بنوب صبري بنوب ده كان مسيحي وكان هو في أستاذ لغة انجليزية وحببني قدس اللغة الانجليزية ده كان في مدرس محمد المحمدان الاعدادية كان فيه مدرس تاب بيجي البيت اسم الشيخ محمود رحمة الله عليه وده اللي علمني اللغة العربية ده اللي كان بيجولي والدي يعلمني اللغة العربية في البيت فالثالثة دول أنا مازالت أذكرهم بالخير وفيه مدرس رابع كان بيعلمنا تربية وطنية بس أنا مش فاكر اسمه هو مسيحي برضا كنت في مدرس دولة السنوية وحببني في أن أنا أقرف في التربية الوطنية إلى آخر في أربع مدرسين أنا مدرسة أسكرهم إلى الآن وهم معنا طبعا ده من نسبة مدرس بالنسبة للكورة اللي هي البني اللي فيها خطوط السودة دي دي بتمثل كورة الشراب وأن الكورة الشراب دي بنعملها زي نجيب شراب ونجيب سفنج نقعد نقطع فيه ونقعد نربطه بالخير لغاية ما يدور الكورة دي بقى أن نحط عليه مادة لاصقة بقى أن نربسها في الشراب وبقى أن نخياتها زي ما أنتم شايفينها كده فوق واللي جبها اللي هو بالأخضر والأزرق والبني دي والألوان الأخرى دي ده البلي كنت نقعد نلعب بلي في الشارع واللي جبها المربعات دي اللي هي فيها ستة أو تسعة مربعات دي دي كانت رسمة نحن نعملها بنسمها السيجة السيجة نقعد نلعب بيها في الشارع مع الأطفال بالليل وبعدين طبعا ما ننساش الفريشة اللي كان برسمه في أبيها اللي تحولت لألم وتحولت لكذا وكذا وكذا إلى آخر وبعدين بعدين اللي هو الراديو القديم ده اللي كانت نقعد نتفرج نسمع نسمع في الحواديث والأغاني والأخبار وبعدين اللمبة الجاز اللي كانت عن أغلب البيوت كانت عن دلم الجاز وكانتش فيه كهرباء وبعدين اللي هو الجازمة العالمين دي اللي انتم شايفينها دي كانت نسمعها جازمة كوتش دي كانت نشتريها من باتة للرياضة دي كانت مانا تلاتين قرش تلاتين قرش معندي الطابلية اللي احنا كنا بنوعد عليها زمان قوي خاصة أهلنا في الفلاحين والقرى الأخرة وعوضوا العائلة كلها متلمين بعضها يأكلوا بقى كل حاجة تفتير مش هلتت وعاصل أبيض وعاصل أسود ومشي وكل حاجات دي كلها فده جزء من الصورة القديمة اللي بتكون بتخيلك تعيش كيف عاشها وللناس بهذه الأشياء البسيطة وصنعوا نقلة حضارية غير عادية لم يراها هذا الجيل الموجود حاليا ده بالنسبة للتعليم واللي هو التعليم مؤيتا يا ربي التعليم والثقافة والقيام والأخلاقات إلى آخر طيب التكنولوجيا الأهم التكنولوجيا في القرن الماضي أو في الزمان يعني في القرن العشرين أو جيد بزعنا إلى التكنولوجيا للفكر والذكرة والرواية أنا لسه حضرنا ما تبقى من هذا اللي عاشوا أجدادنا وأبائنا في أوائل القرن العشرين اكتاب الرجل زي ما أنتم شايفين والمحبرة والأقلام وانتهت الكتاب والآلة الكتبة وفيه ناس ما هاكفون ما عارفوش يعني إيه آلة كتبة وبعدين الكمبيوتر وبعدين الأجهزة الإلكترونية الأخرى تواصل عن طريق البريد قبل كده كان في حاس حمام زاجل اللي بتحمله البريد اللي بتحمله البغال والحمير اللي البريد للفاكس وبعدين البريد الإلكتروني والعالم الافتصادي ومن التليفون اللي موجود فقط عند العمدة أو عند المراكز الاتصالات إلى التليفون اللي في البيت والتليفون الفضائي والتليفون المحمول أو الجوال إلى آخره يبقى ومن التليفون لدى مراكز الخدمات إلى التليفون المنزلي إلى التليفون الجوال إلى التليفون الفضائي ثم الأوصالة تواصل الاجتماعي اللي احنا عايشين فيها دمين دول ومن عالم الاستماع إلى القصاصين زمان كان ييجوا في الشارع عندنا كده حاجة اسمها صندوق الدنيا والطفل يخش في صندوق الدنيا ده ويغطوه والراجل يمدي الششير كده يقول له الشاطر حسن ست حسن بالجمال وأبو زيد الهلالة ومش عالف عنطرة بن شداد وكذا 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 وراء طفلق بعدين فرحانين جدا خاصة في الأرياف استماع على القصاصين إلى المزيع المنزلي ثم المزيع المحمول كان يسمي راديو ترانزيستور ثم التلفزيون وبالما كده وصلت على التواصل الاجتماعي الأخرى ومن السرع على الأقدام بين الحواري والأزقة يقولون مروح مدرس ماشي على رجلين يعني في ابتداء كنت تباهمش على رجلية في عدد كنت تباهمش على رجلية في سنة كنت تباهمش على رجلية لا الجامعة لا الجامعة كنت بركة بأوتوبيس أبارك بترولي باس فيقول نحنا كانت الجامعة اللي هي إما في الحسين كنت تركب بأوتوبيسات أو في الأزهر اللي هو في مدنية نصر فكنا بنركب بترولي باس ونركب بأوتوبيسات إلى آخر وترولي باس انتم ما شفتوهش لأنه انتهى عصره انتهى طيب ومن السرع على الأقدام بين الحواري والأزقة في القرى والمدن إلى السرع بين الأفلاك والمجرات زي ما احنا شايفين دلوقتي المراكب الفضائية من ركوب الخير والحميل والبغال إلى ركوب المركبات الفضائية ده بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة نمر أربعة بالنسبة للأنظمة الاقتصادية كان زمان في مقايدة أنا هتديك كيلة بتاعة رز تديك كيلة بتاعة شعير وبعد أنت حاولت لامعدنية عموت معدنية الدهب والفضة والنحاسية طبعا إحنا ما حضرناش لعملات المعدنية والدي لكن أنا كنت أتذكر ابن عمتي كان بيقولي أن جدنا كبير نرحمه كانوا تجار هم كبار بتاع تجار أقمشة وتجار غلة في سوق السلاح في منطقة بتاعة الدرب الأحمر كانوا بيتعاملوا باللي هو العملة الدهب فكان عندهم الايه؟ دي صفائح موجودة في البيوت بتاعتهم أو في الحوالي اللي هم كانوا بيملكوها في نفس الوقت الزهبية رفضينا حاسية البرونزير ورق بعد أن تحاولت لورقية وبلاستيكية شيكات وحوالات وكلب بنكية ثم بعد كده هو زي ما أنتوا شايفيني من دون نعملات الإلكترونية والمسيرة اللي أنت تتوقف ومن الباعة الجاي اللي كان بيجينا بتاع العش كان بيجينا البيت بتاع اللبن كان بيجينا البيت بتاع الخضروات كان بتعدي على الشارع يامو محمد يامو علي يامو محمود إلى آخري، إلى آخري، إلى آخري، ومتحول إلى أكشاك تجارية إلى محلات تجارية إلى أسواق شعبية إلى شركات تجارية إلى شركات عبر القرات إلى كتار اقتصادية لا، بالنسبة نحن نشوفنا الحاجات دي كلها لان نشوفنا الناس اللي كان بيجولنا عندها لغاية البيت الأنظمة السياسية والبنائيات العسكرية ثابت تحول النظام السياسي خbit الكثير جدا من حكم الفرد لحكم القبيلة والعائلة من تأسيس الدولة والمجتمعات لحكم الكنيسة والصور اللي حصلت عن الكنائس احنا عرفناها في الماضي الى حكم الاحزاب السياسية اللي احنا عرشناها متحول بالجيوش من جيوش متوعين الى جيوش مهنية حرفية الى آخر الى آخر انا تحول من الكم المثقل بالأعباء والأوزان الى الكيف خفيفة حركة سريع الانتشار نافذ المفعول والمتعدي لحدود الزمان والمكان ده بالنسبة للعنظمة السياسية والبنيات العسكرية عالم الخيال والرؤى طبعا يعني والأسف ده حصل فيه مشكلة كبيرة جدا ليه لان زمانا قلت لنا كان الناس دي كانش فيها حاجة تشغل مخاة وعيونها اكتر منها بعد الساعة المغربة او العيشة الناس بتقعب بقى ببيوتها وتفكر او الفلاح في الغيط يقعب يتأمل او رعي الغنم في الصحروات او العيشة بيتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى تطلع الاشعار الدميلة والقصص الجميلة والخيال الجميل وهنا نواجه مشكلة كبرى مشكلة النقاء الزهني والصفاء الفكري الموجه للحيثات الفلاسفية ده مش موجود دلوقتي العسف الثقاء النقاء الزهني والصفاء الثقاء الزهني النقاء الزهني الصانع للصفاء الفكري والموجه للحاسيات الفلسفية التي تبني الثقافة المجتمعية والثقافة المجتمعية تربط وتحافظ وتقوي البناء المجتمعية الاغسية التي قادرة على تأسي الدولة المدنة الحديثية هذا ليست الموجود دلوقتي عندما يكون فيه صفاء الصفاءةavoir rod BEC Century عندما يكون فيه نقاء صفاءة fishermen متحول للصفاءة الفكري أو حاسيات الفلسفية أو الثقافات المجتمعية وليست موجودة يعني في عالم الخيال المحل اللي كثرت اللي هو السور اللي احنا بنشوفها والرسائل اللي بتجينا كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي او التلفزيون طيب يبقى منتكلم ايه القادرة على تأسيس الدولة المدنية الحديثة التي قوامها وقمة هنمها هو المواطن قوام الدولة المدنية الحديثة هو المواطن وهو رأس المال حقيقة المجتمع والدولة ليه بقى فيه مشكلة زي ما واحد مصحاب ما قال لي قال لي انشغال الزهن والفكر والبصائر والصرائر بهذا الكم الهائل من المرئيات والسامعيات تجعل الصفاء الزهن والفكري والفلسفية عاجز تماما عن صناعة هذه الصناعة المؤسسية عن صناعة هذه المنظومات المؤسسية والمؤكونا للكيان المجتمع والدولة والوطن راحت خلاص راح 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 مش موجود مش موجود مش موجود وده بيؤثر سلبا على المنتجات المكونة للثقافات المجتمعية المختلفة أولئا مرة تانية لماذا هناك مشكلة لأن انشغال الزهن والفكر والبصائر والصرائر بهذا الكم الهائل من المرئيات والسامعيات نتجعل الصفاء الزهني والفكر والفلسفية عاجزا عن صناعة منظومات هذه منظومات المؤسسة كانت المجتمع والدولة والوطن وهذا يؤثر سلبا على المنتجات المكونة للثقافات المجتمعين المختلفين. النقطة اللي بعدها الكوارث الانسانية طبعا تقولي اني بتكلم الحاجات دي كلها وانت اصلا متخصص بالوقتي بعد مصبت الطب في العمل الانساني. انا اقول لكم نعم. وارجع مرة تانية سنة الف سمائة وثمانية وثمانين. الف سمائة وثمانية وثمانين انا شفت فيها اه تلت اشياء اربع اشياء غيرت مسأل حياتي. اول حاجة اللي هو مجزرة اه صبرة وشتيلة في جنوب لبنان اه في لبنان في بيروت مسبحة حماة في سوريا. وبعدين التالتة اللي انا كنت بتكلم عنها زيارة اليوغوزلافيا. زيارة اليوغوزلافيا انا اتعرفت فيها على اه على معاناة المسلمين تحت الحكم الشيوع الاشتراكي. رئاسة الزعيم الراحل تيتو. صديق الزعيم جمان عبد المصر. فوضع فكري يتغير من العمل الطبي الى العمل الاغاثي. العمل الطبي الى عمل الاغاثي. خاصة بعد مدباحة صبرة وشتيلة. بعد مدباحة صبرة وشتيلة. طيب انا لو ذكرت لكم من 1884 بزرات لما انا قررت ان انا اعمل او ابدأ العمل الخيري. الى عمنا هذا في مئات من الكوارث الطبيعية حصلت. سواء كان المجاعة في 83 في القرن الافريقي في الاتريا وتجراي. سواء كان اللي هو الفيضان في السودان في 89 او في ايران. اه في الزلزال في ايران. في تهران في 90 او في 90 او في ايران. واحد تسعين الى السيور والفادنات في بنجلديش. ساعة البوسنة والهرسك 92. وهكذا واحد. كتير والسنامي ومغير السنامي والحرب بتاعة افغانستان وكل الانتفاضات دي كلها. وبعدين احداث كتيرة جدا حصلت 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 هناك. يعني فلذلك هذه الاحداث تجعلني جعلتني ان انا ايه بالثوابط. احنا شفنا انتم مش شفتهوش. خاصة الخلط اللي حصل من بعض الحكومات اللي كان بتجعل تجعل واسمعوا الكلمة دي اللي هما رفضين يقولوها في التاريخ. خاصة في حرب الافغانية السوفيتية سمحت هذه الحكومات سمحت هذه الحكومات من ذلك الاسماء لانشغال بعض الجامعات الخيرية من بلادها في خلط العمل الإنساني بالعمل العسكري فأنا قلتها أكثر من مرة وأقولها مرة واثنين وثلاثة واربعة أن أساس المشكلة هي الحكومات اللي كانت جعلت الجمعيات التي لما يكن لديها معايير تخرط الأوراق فلما انتهت الحرب كل من رجع من أفغانستان باكستان يعني حبس من كذا دولة بدون ذكر أسماء هذه الدولة وأصبحت تظهر التنظيمات الأخرى دي يعني كردة فعل لما حدث من هذه الحكومات لهذه الجمعيات أو هذه الأفراد ده بنلبك قوة الإنسانية بنلبك جماعات مسلحة موجودة وعمرها موقفة وأحنا فقط أنتم مش فاجئين حاجة اسمها الجيش الأحمر وهو كان جيش يوعي اشتراكي في اليابان كان بناهد الحكومة من 1971 ل2001 تنظيم القاعدة اللي طلع في أفغانستان بعد خلق القوات السوفيتية من هناك تمانا يتأسس من بين 88-1999 وبعدين جيش الرب ده موجود في شمال أغاندا تأسس في 89-80 ده جيش ديني مسيحي حركة الشاب السومالية اللي نشأت في السومال في 2006 تنظيم بيكو حرام اللي هو موجود في ناجيريا نشأ في 2002 بالإشهاد أنت بالك ده تنظيم مسيحي متطرف هدفه أنه هو يحارب المسلمين تنظيم الدول الإسلامية برضا جايب من تنظيم القاعدة يعني كل هذه الأشياء تلعت وحتطلع وحتروح وحتيجي سواء كان بيعملها أفراد أو بتعملها دول وبتنسب لها أفراد ده مش مشكلة احنا شوفنا إزاي وعارفين إزاي نشأت كتين من هذه التنظيمة آخر حاجة أنا هقولها في العرض هذا اللي هو احنا شوفنا الألفية الجديدة قلنا مش عارفيني الكمبيترات هتشتغل مش هتشتغل عشان أصبح بعد 1999 بعد 2000 2001 والصفر لما هيخش هيعملها في الجهاز الكون كان مشكلة كبيرة جدا في تغيير أغلب الأنظمة والأجهزة الكالالكترونية تزدتها في الوقت ده وبعدين شوفنا أوبئة كتيرة زي ما أنتو عايزة يعني الحمى بتاعة الخنزير والانفلونزا الطيور والسارس والإيبولا وغيرها إلى أن وصلنا معكم إلى كوفيد أو الكورونا مش حاولين الكورونا حفظنا فشوف أنا بس ذكرت التسع محاور أنا شخصيا هشتهم لكنهم ممكن لو في حد تاني من جيلي هيريقوا أكثر من كده فلابد نعود مع بعض أو تعودوا مع من هم من عائلاتكم أو زملائكم أو أجدادكم أو خلانكم أو أمر عشان يقول لكم ينقرركم مثل هذه الثقافات والقيم المجتمعية نسالتي بقى إلى الشباب هي إيه نتكلم فيها إحنا الجيل اللي شاهد كل حاجات وأكتر كده ما قدرتش أحصر كل شيء أنا شفت صعب وهنا الجيل اللي أغلبه نفق يعني اتحد إلى الرفيق الأعلى وأعداء الإنسانية اللي هم مازالين موجودين بيرهنوا على إن البقين دول حيموتوا يا الله هنخلص منهم في مهمتين مهمة إن العايشين زي حالاتي من هذا الجيل يسعوا إليكم وإنتم دوركم الخالد إنكم تعدوا عليهم بالنواجز على من تبقى من الأبناء هذا الجيل عشان نقل الثقافة المعرفية والفلسفة المجتمعية الفكرية من هذا الجيل إلى جلكم أنتم كذلك لماذا؟ لأنهم أصبحوا قلة وأنتم كثر ضعفاء وأنتم أقوياء مرضى وأنتم أصحاء بؤساء وأنتم سعداء بقراء وأنتم أغنياء فرقاء وأنتم شغركاء فرقاء في كل دولة في العالم منهمش منهمش ما كان يعود فيه مع بعض ولكنهم حكماء فكونوا معهم رحماء لأنهم مغادرون وأنتم أوفاء أولها تاني فهم قلة وأنتم كثر ضعفاء وأنتم أقوياء مرضى وأنتم أصحاء بؤساء وأنتم سعداء فقراء وأنتم أغنياء فرقاء وأنتم شغركاء ولكنهم حكماء فكونوا معهم رحماء لأنهم مغادرون وأنتم لهم أوفاء يا شباب الوعي فرسلت لكم لنعلم أن أعظم ما يتركه المرء مننا للأجيال هو علم وخبرة ومعرفة بناء تركته إيواء الغلاب والمساكين وهو يقاء يحميهم وفاء لأجيال راحت وأجيال تأتي شفاء للصدور والقلوب والأفئدة والأذهان والأبدان وإباء كرامة وعزة وإباء وإباء كرامة وعزة تاريخ وثقافة وأخلاق سيرة وسلوك وعطاء لما تأتي سيرة الناس مختلفة عن سلتنا دلوقتي سلوكهم مختلفة عن سلوك سلوكنا دلوقتي عطاءهم مختلفة عن أطاءنا دلوقتي مسيرة مسيرة وتضحية وعناق من أجل ماذا؟ من أجل أن يسيروا الداخل هذه المسيرة يضحوا داخلها من أجلكم عزيمة وإصرار وبهائب الإنسان كده سعيد بما أنجز من أجل رفعة قيمه وأخلاقياته ودينه وحبه لرب سبحانه وتعالى ومجتمعه أو حبه ربه ومجتمعه رسالات ورؤى وشقلات الرسالة والرؤية يابد أن يشقل الإنسان منا لكي تصل إلى الآخرين لن تصل رسالة ورؤية الأجيال متتابعة إلا بالمعاناة والصبر والتضحية رسالات ورؤى وشقاء يرفعنا إلى عنان السماء لنعلم أن أعلم ما يتركه المرء للأجيال هو علم وخبرة ومعرفة بناء وإيواء ووقاء وفاء وشفاء وإباء تاريخ وثقافة وإخلاق سلة سلوك وعطاء مسيرة وطحية وعناء عزيمة وأسرار رسالات ورؤى وشقاء يرفعنا إلى عنان السماء يا شباب دي بقى واجب عليكم اذهبوا وابحثوا ونقبوا عن من عنهم اقطعوا البوادي والصحروات والوديان اعتروا المرتفعات والهضاب والجبال اعبروا الشقوق والممرات والأنفاق شقوا الأراضين والكثبان والقيعان من ظروف الحيز والموائل والأخرام نزولوا إلى البلق والمسنقعات والأغوار نسبحوا البحار والمحيطات والأنهار ندخلوا الحيطان والجدران والأنبار الكول المشقات والصعاب والشجار سيروا بين الهوام والأفاعي والجرذان وخبطوا على الأشواك والسخور والأهوار لكي تجدوا من تبقوا من هذه الأجال لكي تجدوا من تبقى من هذه الأجال يختاروا البوادية والصحروات والوديان عتلوا المرتفعات والهضاب والجبال عبروا الشقوق والممرات والأنفاق شقوا الأراضين والكثبان والقعان ننزلوا في الحيز والموائد والأخرام ننزلوا إلى البرك والمستنقعات والأغوار نصبحوا البحار والمحطات والأنهار ندخلوا الحيطان والجدران والأنبار الكبر المشقات والصعاب والأشجار والشجار سيروا بين الهوام والأفاعي وجردان وهبطوا على الأشواك والسخور والأهوار ها لكي تجدوا منتبقوا من هذه الأشجار إن أعداء الإنسانية يهملونهم يجحلوا المجتمعات يغفرون عن ذكرهم يفسدوا الآراء ينفونهم يقطعوا تواصلكم معهم يسيئون عليهم يصنعوا لهم بدلاء ينسقون بهم التهم يخيفونكم يعذبونهم يبدلوا دينهم أو أديانهم يقتلونهم يقتلوا فكرهم يسفيه أحلامكم إن اتبعتوا خطوهم يبرزون الغوغاء لسفوا الناس عن قولهم عن أقوالهم هذا فعل أعداء هذا فعلكم أن تقطعوا هذه المواد وهذا فعل أعداء الإنسانية ينعتونهم بالتخلف والرجعية والأصولية والرديكالية الصدامية الدموية والجهل وعدم وكبة العصر وبأنهم أصحاب الفكر المعكوس والنحس الملموس والرأي المتسوس هذا قول أعداء الإنسانية في هذه الأجهز إن التاريخ الذي درستموه في المدارس ليس تاريخ أجدادكم ولا تاريخ مجتمعاتكم أو طرفكم ولا تاريخ دينكم أو تاريخ الحضارات التي بناها أسلافكم فبهر بها الحضار دات كافة والأمم قاطبة بل هو إرخاصات كتبوها زعمائهم ورموزهم ونموجهم ونجومهم وإنجازات ما أفادت مجتمعاتهم على الإطلاق بل أفادت ذويهم وأتبعهم بعد أن أفقروا الأغنياء أضعفوا الأقوياء فسقوا الأطقياء سفهوا العلماء شردوا النبلاء تمسوا قدر العظماء وتمسوا قدر العظماء إن التاريخ الذي درستموه في المدارس ليس تاريخ أجدادكم ولا تاريخ مجتمعاتكم وأوطنكم ولا تاريخ دينكم أو تاريخ حضار الحضارات التي بناها أسلافكم فانبهر بها الحضارات والأمم قاطبة بل هو إرهاصات كتبوها لزعمائهم ورموزهم ونجومهم وإنجازات ما أفادت مجتمعاتهم بل أفادت ذويهم وأتبعهم بعد أن أفقروا الأغنياء من مجتمعاتهم أضعفوا الأقوياء فسقوا الأطقياء سفهوا العلماء شردوا النبلاء وتمسوا قدر العظماء إن الثقافة التي يروجونها لكم غريبة على قيامكم وأخلاقكم وعاداتكم وإدخالتكم وأنا لا أهاجمها لأنها قد تكون صالحة لمجتمعات أخرى ولكني أدعو للأخذ منها إن أمكن مع ما يتناسب مع مجتمعاتكم أو يناسب مجتمعاتكم فليس كل غريب مفسد وليس بكل مفسد غريب وكذلك ليس ما يناسبني يناسب مجتمعات أخرى وليس بكل مناسبهم صالحا لمجتمعي فعلينا أن لا نطبق قاعدة المقاس الواحد يناسب الجميع بل قاعدة الإمام الشفعي رحمة الله عليه رأيه سواب يحتمل الخطأ ورأيه غير خطأ يحتمل السواب هذا في مجال تبادل الأراء وليس تطبيق الثقافات وزرع القيم صناعة الفلسفات أو بناء الحضارات ولا تاني فليس كل غريب مفسد وليس بكل مفسد غريب وكذلك ليس كل ما يناسبني يناسب المجتمعات الأخرى وليس بكل ما يناسبهم صالحا للمجتمعات فعلينا أن لا نطبق قاعدة المقاس الواحد يناسب المجتمع عيسان من نناسب الجميع بل قاعدة الأمام الشفعي رحمة الله عليه رأيه سواب يحتمل خطأ رأيه غير خطأ يحتمل السواب هذا في مجرد تبادل الأراء وليس تطبيق الثقافات وزرع القيم صناعة الفلسفات أو بناء المجتمعات أما عن الدين فقد جعلوه مجالا كما قال أحد علماء المعاصرين يتحدث فيه الجاهل قبل العالم السفي قبل الفقه المسيق قبل المصلح الظالم قبل العادل الفاسق قبل الورع والراقصة مع الطبال والساقطة بدون مزمار يتحدث فيه لأسمح مجال الدين كل جاهل يتحدث فيه الجاهل قبل العالم السفي قبل الفقه المسيق قبل المصلح الظالم قبل العادل الفاسق قبل الورع والراقصة مع الطبال والساقطة بدون مزمار إنهم ينادون بمراجعة كلام الخالق الخلاق الذي خلق الإنسان من ماء مهين ثم جعله نطفة في قرار مكين فمضغط وعلق وجعل منه الزوجين الزقر والأنثى ونفق فيه من روحيه فأحياه ثم يميته ثم يحيه ثلاثة أخرى لقعوا كلام من خلقهم من ماء مهين يردون المخلوق أن يحاسب الخالق للمصنوع أن يراجع الصانع للمزروع أن يصوه بالزارع للمأقول أن يخير الآكل للجنين أن يختار والديه وجنسه والآلة أن تعدل صناعتها هؤلاء هم أعداء الإنسانية هذا ما يدهه أعداء الإنسانية والحضرات للشعوب والمجتمعات إن أعداء الإنسانية يردون أن يغيروا فترة الخلائق التي فترة الله الله عليهم الناس عليهم ويتمسوا جمال بديع خلق الله الذي أحسن خلقه كل شيء وبدأ خلق الإنسان من طير فلقد تألها 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 الكثيرون منهم في كافة المجالات وخاصة المجالات السياسية ومجالات الحفظ وأجاز هؤلاء وأنا لا أمانع الابتكار والإبداع والاختراع أجاز هؤلاء الإبداع والإبتكار والاختراع بدون دوابط بدون دوابط أو قيم أو معايير أخذ أجازه الإبداع والابتكار والاختراع بدون ضوابط أو قيام معهم فوصل بنا دروب الحياة إلى ما وصلنا إليه في عصرنا هذا الحديث هذا العص الذي تكون عليه عصر العلمة التنويرية الرونق الحضاري والتمكن الفضائي جسالتي التي أختم بها معكم هي لا تنوير ولا حضارة أو تمكين بدون قيم وثقافة ومعايير دين فلا تنوير أو حضارة أو تمكين بدون قيم وثقافة ومعايير دين لا تحكموا على أبناء هذا الجيل لما قاله الصفهاء عنه من أعداء الإنسانية ما تحكموا عليهم لماذا قبولكم أو رفضكم لما قالوا وفعلوا قالوا وفعلوا قالوا وفعلوا كونوا قضاة حكماء عادلين لناد الجيل وهمدة الوصف بين الأجيال التي عاشت في كنف الدولة الإسلامية العظمة وتأسست العولمة الإسلامية من راه اليوم من الشباب الذين ليس لهم هوية شخصية أو ثقافة مجتمعية يصنعون هؤلاء الشباب من خلالها مسيرة بين المجتمعات لتستطيع تحديد أبعاد مستقبل الشعوب المجتمعات هذه رسالة واضحة لكم يا شباب فإن عزمتم فلنتوكل على الله فإن عزمتم فإن نتوكل على الله فإن عزمتم فإن نتوكل على الله أشكركم جميعا لحسن استماعكم لي وصبركم علي وتمنى أن أنا أستفيد منكم وتستفيدوا مني إن أردتم أن ترسلوا إليّ رسائل أو أسئلة فأكون لكم من الشكرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر